يقول متخصصون في علم الاجتماع ان الامراض الاجتماعية تتناسب طرديا مع تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والامنية وبالنظر الى المجتمع العراقي وما يعانيه من ازمات معقدة بدءا من الغزو الامريكي الى تغول النفوذ الايراني وسيطرة الميليشيات الموالية لطهران على مقاليد الامور في البلاد فانه من الطبيعي ان تتفشى الامراض الاجتماعية في هذا المجتمع في احصائية شهرية صدرت عن مجلس القضاء الاعلى في العراق في ايلول الماضي بلغ عدد حالات الطلاق نحو 6250 حالة طلاق ما يعني وقوع اكثر من ثمان حالات طلاق كل ساعة بنسبة تقارب 30% من اجمالي عدد الزيجات التي عقدت خلال نفس الشهر الامر الذي يرى متخصصون انه يأتي نتيجة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص الحياة الكريمة في بلد تحكمه الميليشيات ليس الطلاق فقط ما يفت في عدد المجتمع العراقي فقد تصاعدت اعداد الذين يقدمون على الانتحار خلال العام الاخير مدفوعين في ذلك بجملة من الاحباطات والمعاناة تختلط فيها معاناة النزوح والشعور بالظلم والفقر والبطالة والعجز عن تحقيق شيء ذي قيمة لتغيير واقعهم المرهير في ظل فساد الطبقة الحاكمة في البلاد واذا كان الحديث عن الاحباط والعز والمعاناة فطبيعي ان يلجأ البعض الى الهرب من واقعه الى عالم وهمي تصنعه ضلالات عقله بعد تعاطيه المخدرات اذ تقول احصاءات مجلس القضاء الاعلى ان نسبة ادمان الشباب للمخدرات في العراق قد تصل الى 50% بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد ناهيك عن ان مروج المخدرات اكثرهم من المرتبطين بالميليشيات واحزاب السلطة وبالطبع فاذا كانت تلك امراضا فلابد موجود علاج لها ذلك العلاج الذي يبدأ بازالة اسبابها عبر تخليص العراقيين من معاناتهم المتمثلة في فساد الاحزاب الحاكمة وتغول الميليشيات وتمدد النفوذ الايراني وضمان الحياة الكريمة لكل العراقيين